بسم الله الرحمن الرحيم أنا أم الشهيد المطارد علي عبد الغني ولمن لا يعرف الشهيد هو شاب لم يكمل عامه الثامن عشر تم اعتقاله لأكثر من مرة بنية إرهابه والضغط عليه في العمل معهم والتجسس على أخبار الشباب الثوري لكنه رفض ولذلك كان عرضا للاعتقالات المتكررة والتعذيب الممنهج حتى أصبح مطاردا كحال الكثيرين من شباب هذا الوطن الممتحن لا يهنؤون بطعام وشراب محرومون من لذة لقاء أهلهم أصبحوا غرباء في أوطانهم نعم هكذا أصبح وضع هوال بين سجين ومطارد ومغرب ورغم ذلك لم ترهبهم آلات البطش والإرهاب واستمروا في النظال في ساحات الجهاد فكل شاب عمل من موقعه الذي أراد الله به أن يكون فحرارة المهانة في السجون لم تطفأ بريق الثورة في قلوب الثوار فالمغربون ما زالوا صامدون رغم الفراق والحسر على لقاء الأحبة والخوف والترقب الذي كان يعيش به المطاردون لم يردعهم في أن يقاوموا الظلم لآخر الأنفاس كعلي الذي كان كالأكبر الذي كان يرى أن كان الحق معه فهو لا يبالي أن وقع الموت عليه أم وقع هو على الموت فهو لآخر لحظات من عمره لم يستكين للظلم ولم يعطيهم بيده أعطاه الذليل ولم يقر لهم كأقرار العبيد وإلى هنا انتهت فصول حياة ابني في الدنيا ولكن النهج الذي رسمه لباقي الرفاق ما زال مستمرا ومتوهج كشعلة حتى النصر على هذه الطغمة الظالمة فنحن نسير في درب محفوف بالمخاطر لا ينيره سوى الدماء الزاكية التي تسفك ظلما في شباب مقاوم لا يستكين وسنظل نقدم الدماء في سبيل إحياء الحق لا ترهبنا حملات المداهمات التعسفية ولا السجون والتعذيب ولا أكثر من ذلك سنظل نطالب بالقصاص العادل من القتلة وسيبقى ابني وذكره خالدا مدى الزمان فهو ارتقى شهيدا أماهم فكانوا بفعلهم حطب لجهنم ومن هذا المنبر أود ونوجه شكري وامتناني لجميع المطاردين كافة وبالخصوص شبابنا المهجر إلى أولئك الشباب الذين لم يبيعوا القضية ولم ينسوا جراحات الشعب إلى المحرومين من لقاء الحبة إلى المضطهدين في بلاد الغربة شكرا لكم ولتضحياتكم ورسالتي إلى شعبي لا تزيد المطاردين والمغربين ظلما ولا تنثروا فوق جراحهم الملح وافتحوا بيوتكم وقلوبكم إليهم فهم ما خرجوا لساحات الجهاد إلا لكي ننام براحة وأمان في منازلنا ولا تتركوا المجال المتربصين بأن يشق صفوفكم توحدوا ورصوا الصفوف انظروا إلى عدوكم جيدا فهو من سلب الشعب لقمة العيش والحرية بل سلبنا حتى أرواحنا لا تكونوا كمن قالوا ما لنا والدخول بين الصلاطين فهناك يوم سنقف فيه أمام الجبار عز وجل وسيتم سؤالنا عن تكليفنا الشرعي فماذا سنجيبه؟ هل سنجيبه بأن أحببنا الدنيا وزخرفها وأغلقنا البيوت في وجه الشباب المجاهد؟ أم هل صرفنا أموالنا في ملذات الحياة؟ متناسين جراحات المفصولين والمغربين والمطاردين وأهات الشعب المطهد؟ نعم أنا أخاطب ضمائركم وأعلم جيدا بأن بذرة الخير تزدهر وأن أصابتها الغفلة في يوم من الأيام فكونوا على ثقة يا أبناء شعبي بأن النصر قادم وسيميز الله الخبيثة من الطيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والمجد والعز لشهدائنا الأبرار والفرج العاجل للأسرى والأسيرات والشفاء والعافية للجرحة وعودة قريبة لمهجرين والحمد لله رب العالمين وشكرا لكم